بالجماعة الترابية العوامرة بإقليم العرائش، تم إطلاق حملة للوقاية من انتشار وباء كوفيد-19 في أوساط القطاع الفلاحي بجهة طنجة تتوان الحسيمة، وتندرج هذه العملية ضمن حملة تحسيسية وطنية أطلقها المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية تحت إشراف وزارة الفلاحة والسيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وبشراكة وتنصيق مع وزارة الداخلية والكونفيدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والفيدرالية الوطنية البيمهنية للمستشارين الفلاحيين الخواص، تحت شعار بوقايتنا نحفظ على حياتنا وخدمتنا أنسهموا في ضمان تزويد أسواقنا. الأهداف هذه الحملة هي أولاً الحفاظ على السلامة والصحة للعنصر البشري وجميع العاملين في القطاع الفلاحي. الهدف الثاني هو جد مهم وهو ضمان ديمومة واستمرار الأنشطة الفلاحية وكذلك في مختلف سلسل الإنتاج. ومسألة جد مهمة هو ضمان تزويد المنتجات الفلاحية في السوق الداخلية طبيعة الحال المحلية الجهوية والوطنية وكذلك ضمان وطيرة الصادرات. نحن في مرحلة الجني الفاوكية الحمراء وبالتالي فالمستشارين الفلاحيين وأيضاً الأطور الوزارة الفلاحية يخرجوا الضياءات وأيضاً كمشي الوحدة للتسمين لتحسيس العاملات والعمل الفلاحيين باش يمكننا لأنه هاد سلسل الفاوكية الحمراء فكمية كبيرة منها كتصدر الخارج وبالتالي وجب الحيطة والحضر باش نحدوا من انتشار ديال هاد الوباء على مستوى الضياءات هذه الحملة التخصيصية التي ستتواصل على مدى أربعة أسبوع تهم مختلف السلاسل الفلاحية التي تعرف نشاطاً مكثفاً خلال هذه الفترة من الموسم الفلاحي مثل سلاسل الفواكه الحمراء والأشجار المثمرة والزيتون إلى جانب الأسواق الأسبوعية وأسواق الخضر والفواكه والتجمعات السكانية بمناطق الإنتاج وأرباب وسائل نقل العاملات والعمال